قدست البابا كان يحب مش كل حد كان يحب كل شيء وكان لطيف مع كل حد ولطيف مع كل شيء فكان يهتم بالحيوان كان يقول لنا دايما نصديقه وراعي نفس بهمته أفتكر في مرة قدام قال لها قدام المكتب بتاعه في جزء خشب جات عصفير عامة لتعش فيه فشافها فقال لي ده فيه هنا عصفير قطور تحب نشيلها سيدنا قال لي لا لا خليها ده كويس إنها هي استراحت هنا فأنا حبيت أعرف يعني يعني إيه استراحت هنا قال لي الكتاب المقدس بيقول العصفور وجد له بيتا واليمامة عشا تضع فيه فراقها مذابحك أيها الرب إله القوات فقال لي المسبح ده كان هو المكان اللي بتستكين وتستريح فيه الطيور فنشكر ربنا إنهم ارتاحوا في المكان ده في خليها زي ما هي كده كان إنسان حساس جدا جدا كان إنسان مرهى في الحس جدا هو إحنا بنتمشى في المكان شوفنا بعض الطيور والحيوانات الصغيرة كان قدست البابا أوقات يروح يقعد يأكلهم بنفسه كان يهتم حتى بنفس الحيوان مش بس إنسان موسيقى 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 موسيقى